124- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 125- بالبينات والزبر 126- وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فحياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نخصص فيه في يوم السبت حلقة تعليمية نزولا عند رغبة جمهور البرنامج والذين يتواصلون معي في اقتراح بعض الموضوعات موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم يحتاج إليه كثير من المسلمين وهو فيما يتعلق بأحكام المولود يتعلق بأحكام المولود ونزولا عند رغبة كثير من من يتصلوا به يريدون ذكر الأحكام المتعلقة بالمولود إخواني وأخواتي تعلمون بأن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل العلاقة التي تربط بين الزوجين آية من آيات الله جل وعلا ولذلك قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا اللقاء لقاء فطري ربنا جل وعلا جعل الرجل ميال إلى المرأة وجعل المرأة ميال إلى الرجل حتى تتم سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده ولن تجد لسنة الله تبديلا ليبقى دالوب الحياة وليبقى تبقى الحياة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبطبيعة الحال هذا اللقاء يجب أن يكون لقاءا شرعيا ولذلك شرع الله عز وجل النكاح الشروط المعروفة والمعلومة في القرآن والسنة والمقصود بأن شريعتنا هي من أعظم الشرائع وأفضل الملل فاهتمت بقضية المولود اهتماما عجيبا بل إنها جعلت الاهتمام بهذا المولود قبل وجوده وقبل تخلقه بل جعلته قبل أن يلتقي الزوجان لتشير هذه الشريعة إلى أنها تهتم بهذا الأمر وتعتني به عناية تفوق كل أمر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على اختيار الزوج الصالحة وحث على اختيار الزوج الصالح لأن هذا اللقاء سيتولد منه ثمرة والثمرة هم الأولاد ففي الغالب أن الأسرة القائمة على هذين الركنين إذا جاء الأولاد سيعيشون في مناخ إيماني سيعيشون أجواء روحانية سيعيشون تربية صالحة بإذن الله جل وعلا يدفع بهم إلى المجتمع فينفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربة يداه في المقابل قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض ولاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أهم ما ينبغي الاهتمام به في الجانبين هي قضية التدين قضية الدين قضية الإيمان لأن الحياة ليست فقط الحياة الزوجية ليست فقط قائمة على الشهوة فقط وإنما الحياة أعظم من ذلك الشهوة واحدة من معادي ومقاصد كثيرة شرعها الله عز وجل في قضية الالتقاء بين الزوجين الأمر الآخر إذا حصل الاقتران بالشروط المعروفة وتوفرة الأركان وكذا ينبغي للإنسان دائما أن لا يغيب عنه ذكر الله جل وعلا ذلك أن الشيطان حريص جدا على إفساد العلاقة بين الزوجين وحريص أيضا جدا على أن يلطخ هذه النطفة التي يلقيها الزوج في رحم المرأة ما استطاع إلى ذلك سبيله ولأجل هذا في مثل هذه الحالة يأتي ذكر الله جل وعلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا في إشارة إلى أن الشيطان له حضور يحاول أن يفسد هذه النطفة يحاول أن يلطخ هذه النطفة يحاول والعياذ بالله أن يوصل إليها الضرر إليها الضرر ولأجل هذا لا يغيب عنكم إخواني وأخواتي هذا الذكر ذكر الله عز وجل حينما يكون حاضرا تتحطم على صخرته كل ما يحاول الشيطان الإضرار به لهذا المولود أو للزوجين بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله يعني في مسألة الوقاع والجماع والغشيان قال أن يقول بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فالله عز وجل يبعد عنهم الشر ويخزي الشيطان لاحظوا إخواني وأخواتي كيف أن الأمر إلى مثل هذه الصورة وإلى مثل هذه المرحلة حتى أن هناك أداب شرعية في مسألة الوقاع وفي مسألة غشيان الرجل لامرأته كلها تشير إلى أن هذه القضية ينبغي أن تكون بمثل هذا الأدب العظيم الرفيع الذي ينبغي أن يتعامل به الزوجان الأمر الآخر قضية الولادة إذا حملت الأم ثم ولدت تعلمون بأن الله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر ولذلك يقول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير إنه عليم قدير فالله عز وجل يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور ثم تأتي عملية الأحكام الشرعية يعني قضية كونه يولد مولود وتنتهي القضية لا بل من هنا تبدأ القضية كما أنها بدأت قبل الزواج بالاختيار وبكثرة ذكر الله عز وجل تبدأ مرحلة جديدة من الأحكام الشرعية ولذلك إذا ولد المولود هناك جملة من الأحكام الشرعية التي ينبغي للوالدين أن يعتنوا بها حتى يبقى هذا الولد يعيش أجواء روحانية وإيمانية ويعيش دائما في مناخ صحي نظيف من حيث سلامة الروح والقلب والعقل وكذلك سلامة البدن المسألة الأولى وهي قضية التأذين في أذن المولود ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن أحد أولاد بناتي أحد أولاد بنته فاطمة رضي الله عنها الحسن أو الحسين أذن فيها وجاء هذا من طريق آخر ولذلك يتقوّل حديث للاحتجاج بمعنى أن أول شيء ينبغي أن يسمعه أن يسمعه المولود هو ذكر الله جل وعلا هو هذا النداء العظيم الأذان أن تؤذن في أذنه المجتمل على التوحيد والإيمان مجتمل على كلمة الله مجتمل على لفظ الجلالة مجتمل على الشهادة لله بالوحدانية الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولذلك حينما يصل هذا الأذان إلى سمع المولود وإلى قلبه ويختلط بروحه لا شك بأن هذا دافع قوي إلى أن يشق المولود طريقه في هذه الحياة في طريق آمن بإذن الله جل وعلا بعيدا عن وسوسة الشيطان إذا الشيطان الرجيم هذا الأذان طبعا لا ينبغي أن يكون بصوت مرتفع وإنما بما يحتمله أو تحتمله أذن الطفل المولود ولذلك تؤذن أذانا خفيفا أما الإقامة إخواني وأخواتي فاتركوها بارك الله فيكم لماذا؟ لأن الإقامة الحديث الوارد فيها لا أصل له حديث الوارد فيها لا أصل له إنما بقي الأذان تؤذن في أذنه اليمنى بصوت خفيف بصوت يسمعه الطفل ولا يؤذيه لأن أحيانا الصوت العالي ربما أثر على هذا الطفل الصغير الأمر الثاني بالمناسبة الأذان لم يشرع فقط للنداء بالصلاة الأذان شرع لأمور كثيرة منها هو الأصل للأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة لكن شرع أيضا في الأذان وشرع أيضا لطرد الجن كما في حديث أبي هريرة أنه حصل له كذا فكان يؤذن وأخبر بأن الأذان لطرد الجن أيضا الأذان ينزعج منه الشيطان ولذلك الشيطان إذا سمع الأذان فر إذا سمع الإقامة هرب إذا سمع الإقامة تشتت لماذا؟ لأنه مجتملة على أمور الشيطان خالفها ولذلك دحر ولعن وطرد وأخزي عليه لعائن الله ولذلك هذا الأذان عظيم فيعتني به المسلم وتعتني به أيضا الأم في مثل هذه القضية الأمر الآخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بقضية التحنيك ما معنى التحنيك؟ أخذ تمرة صغيرة وتليينها إما باليد وإما باللسان ثم يدلك بها محل الأسنان من الطفل المحل الذي تنبت فيه الأسنان يدلك بها منذ ساعة ولادته والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا ولد لهم المولود أتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان يحنك هؤلاء الأطفال عليه الصلاة والسلام يحنكم يأخذ تمرة يبلها بريقه الشريف عليه الصلاة والسلام ثم يحنك بها الأطفال طبعا عندنا كلام طويل عند أهل العلم هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام يعني لكل أحد طبعا بعض العلم قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة حينما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون بغرض التبرك بريقه الشريفة وتعلمون بأنه لا أحد أبدا يتبرك بريقه إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلا أحد أبدا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا أحد يمكن أن يتبرك ببدنه أو بريقه أو بعرقه أبدا أبدا وحفظوا وقاعد عندكم بارك الله فيكم الذي يتبرك بريقه وببدنه وبعرقه هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وما سواه لا يجوز أبدا أن يعتقد الإنسان ذلك وتنبه لهذه القضية ولذلك العلماء قالوا حينما أتى الصحابة إنما قصدوا التبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام هناك طبعا فريق من أهل العلم قالوا لا الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو عام فيجوز لكل أب وأم أن يحنك الطفل بتمرة مثلا أو بعسل أو بشيء حلو والتمر أفضل لأن التمر مبارك يعني هذه الشجرة النخلة مباركة التمر أيضا له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة على البدن وعلى الروح أو بالعسل والعسل تعرفون شفاء شفاء بطبيعة الحال لا يزاد في الكمية وإنما فقط وهذا التدليك أو عفوا هذا التحنيك سيدخل جزء منه إلى الجوف وأنا في الحقيقة قرأت تقرير طبي لأحد الأطبة يذكر سبحان الله فائدة التحنيك هذه يقول لما يولد المولود بالنسبة للجولوكوز في الدم نسبته تقريبا 20% هذا الطفل لما يولد هكذا قرأت وطبعا المرجع في هذا الأطبة نرجع إليهم في مثل هذا فيقولون إذا وصل شيء من هذه السكريات سواء من التمر أو العسل هذا يرفع نسبة الجولوكوز في الدم يعني بمعنى يحدث توازن في قضية الدم أو السكر اللي في الدم وهذه آية من آية الله جل وعلا والمقصود إخواني وأخواتي أن مسألة التحنيك فيما يظهر لي والله تعالى أعلم بعد تأمل أنها ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما عامة لكن ما ينبغي للوالد ولا للوالد أن يذهب إلى شخص آخر يقول حنكوا لأنه إذا ذهبوا إليه فقد يقصدون التبرك بريقه وهذا غلط ذلك أنت أيها الأب أنت خد تمر بسيطة ليينها بريقك أو ليينها بيدك أو بماء وذلك بها وأنت كذلك الأم أنت اللي تذلكين محل الأسنان تحنكين ابنك اقتصروا على هذا ولا تذهبوا إلى إمام مسجد ولا طالب علم ولا شيخ اقتصروا على هذا لتحققوا هذه السنة الطيبة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التسمية ما يتعلق بقضية التسمية فما من أحد إلا وله اسم ما من أحد إلا وله اسم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان الناس يسمون أسماء حقيقة يعني الأسماء هذه على ثلاثة أقسام أسماء سليمة طيبة صحيحة أسماء تبعث على الفأل أسماء تبعث على الأمل وهناك أسماء قبيحة والعياذ بالله أسماء قبيحة وهناك أسماء فيها تزكية فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقى الأسماء الطيبة أبقاها عبد الله عبد الرحمن محمود عمر عثمان علي بقية الأسماء أما الأسماء القبيحة المجتملة على معاني سية فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام مثل اسم حزن حزن في الصعوبة سماه سهل مثل اسم عصية في امرأة اسمها عصية من العصيان والعياذ بالله غير اسمها مثل أسماء كثيرة فيها قبح وفيها يعني فيها صعوبة فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل أسماء فيها تزكية مثل برة ومثل كذا فيها كأنها فيها تزكية للشخص أيضا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء معتدلة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وجاء في لفظ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحمن والحارث الحارث وجاء في حديث آخر أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث والهمام أو حارث وهمام هذه أصدقها وجاء في حديث لا يصح من جهة الإسناد فهو ضعيف أحب الأسماء إلى ما عبد وهمت وإن كان المعنى الصحيح لكن الحديث هذا ضعيف ونكتفي في الصحيح غنيا ولله الحمد عن الضعيف إذن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أصدقها حارث وهمام وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع التسمية بغير التعبيد يعني عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الجليل وعبد القدير ويعني بقية الأسماء فما منعها يعني رخص بأن يسمى الإنسان حارث وهمام كذلك ورد حديث وإن كان إسناده محل كلام عند أهل العلم مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء كصالح مثلا ونوح وإبراهيم وإسماعيل وبقية أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موسى وعيسى أذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع تسمية المولود التسمية الطيبة ولذلك الأسماء لها نصيب من المسميات أو المسبيات عفوا لها نصيب من الأسماء فالإسم أحيانا قد يؤثر في الإنسان حتى إن المشروع للإنسان أن يكني الطفل أو يكنيه منذ الصغر فالنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأخ أخ لي أنس بالمالك فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير النغير طائر أحمر طائر عفوا من قاره أحمر فكان يقول يا أبا عمير وهذه تكنية كذلك أم خالد طفلة صغيرة فالعلماء يقولون يعني يستحب للأب للأم يكنون أولادهم في وقت مبكر حتى لا تلحقهم الألقاب تعرفون أن الأولاد بينهم في المدارس وفي الشارع قد يرمي بلقب سيء على الولد فيلحقه ويعياذ بالله يصبح مثل ما يقولون يعير به ولذلك لما يقال والله أبو خالد أبو أنس أبو مثلا كذا يعني يطلق له لقب معين حتى عفوا يطلق له كنيا معينة حتى لا يلحقه اللقب السيء بارك الله فيك ولذلك الإنسان يختار الأسماء الطيبة ويبتعد عن الأسماء القبيحة ويبتعد أيضا عن التقليد الأعمى الذي يمارسه كثير من الناس وللأسف الشديد من التسمية بأسماء أجنبية لا تموت لا إلى المسلمين بالصلاة ولا إلى العرب بالصلاة هذا انتشرت وللأسف بسبب التقليد الأعمى يعتز الإنسان بالأسماء الشرعية يعتز الإنسان بالأسماء العربية وينتق الإسم الطيب ولا يضيق واسعا الله عز وجل يعني رخص لنا بأن نسمي الأسماء المتعارف عليها فلماذا نضيق؟ يعني بعض الناس الآن يأتي بإسم لبنت عجيب جدا تحتاج تتهجاه إلى فترة طويلة حتى تنطق الإسم بشكل سليم وهذه البنت مسكينة إذا كبرت ستكون ضحية لهذا الاسم بسبب هذه التسمية ربما أصبحت تلحقها عقد نفسية لأن الزميلات يعيرونها بهذا الاسم القبيح اللي سمتها أمها أو أبوها بهذا الاسم نسأل الله السلام والعافية طبعا الحديث له بقية لكن عندي فاصل قصير أخذ ثم نعود لنكمل بقية الأحكام فانتظروني وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أحياكم الله من جديد قبل الفاصل تحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالمولود وآخر ما تحدث عنه كان الحديث حوله قضية التسمية في مساء الأخرى فيما يتعلق بالتسمية مسألة التسمية لمن يعني هي حق للأب أو حق للأم أهل السنة والجماعة يقولون بأن التسمية حق للأب فالأب هو الذي له الحق في أن يسمي ابنه أو ابنته هذا الأمر لكن طبعا هذا ما يمنع يتشاور الأب ويتشاور تتشاور الأم مثلا في قضية التسمية يعني يقترحون مثلا أسماء وإذا اختلفوا ممكن يقترعون يضعون قرعة ويقولون مثلا بريضة وطيب نفس وللأسب الشديد يعني بعض الأسر يحصل اشتجار واحتراب ويحصل نزاع قد يصل إلى درجة الطلاق بسبب الله التسمية كل واحد يقول لا أنا اللي أسمي الأم تقول أنا أسمي والأب يقول أنا أسمي لابد أن نعلم بأن التسمية الأصل أنها للرجل لكن الرجل ما ينبغي له أن يتعسف أيضا يقول الله مدام أنا الحق لي ما أسمح لأحد لا شاور زوجتك إذا اقتنعت اقتنعت ما اقتنعت سميها أنت وللأسب الشديد يعني في مسألة أخرى يعني حاصل بين بعض الآباء قضية والله خلاص إذا جاء ولد أنا أسميه على أبوي وإذا جاء بنت تسمينا على أمك يعني ما أنزل الله بهذا من السلطان عند النبي صلى الله عليه وسلم جتها بنات ما سمى على اسم أمه آمنة والصحابة رضيه والناس والعلماء فما في دعي يا أخواني بارك الله فيكم أنكم تدخلون في طرق ضيقة ومسارب ضيقة تتورطون فيها يعني أحيانا أبو العياد أبو الله قد يقدح الشيطان زناد الشر والله عشان تسميه وفي حالات حصل طلاق أو في حالات والله أعرفها الأولاد الآن بعض الأولاد الإسمين اسمه كذا واسمه كذا ليش لأن الأب سماه والأم سمته فالولد ضاع أصبح مثل الشات العائر ما يدري يلتفت هنا ولا يلتفت هنا اتقوا الله خافوا الله في أنفسكم لماذا تجعلون هذا الولد ضحية لأجل والله أمر كل واحد يشد من جهة التسمية الأصل فيها للأب ولا يجوز للمرأة أن تتدخل في هذا الأمر إلا على سبيل الاقتراح على سبيل كذا أما قضية والله ينشب نزاع وخلاف وتصر هي تقول لازم أسميه كذا والأب قد سماه هذا والله أمر غاية في الغرابة ألا فلتتقوا الله ولتخافوا الله ولتعلموا بأن هذا سيكون عواقبه وخيمة على الإبن ربما والعياذ بالله يحقد على والديه في النهاية يقول أنا ما أدريش اسمي اسمه كذا واسمه كذا فاتقوا الله وهذه تتحملها المرأة أكثر من الرجل لأنه كما قلت بأن التسمية لي التسمية للأب وليس للأم وأؤكد وأرجع وأعيد وألف مرة أعيد بأن الأب لا يتعسف يطرح يشاور زوجته إذا كانت الأمرأة عاقلة الحمد لله يشاورها يقول إيش رايك نسمي بنتنا إيش رايك نسمي ابننا عندي أكثر من اسم وإذا والله حصل مثلا وشاف المرأة مثلا يعني شادة مثل ما يقولون يقول تعالي نعمل قرعة ويختارون وليقع عليه وهذا لا يخالف قدر الله سعر قدر الله جل وعن لذلك اهتموا بهذه الأسماء بارك الله فيكم الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية حلق الرأس حلق رأس المولود فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يحلق يوم سابعه يعني ما يسمى بشعر الولادة بشعر الولادة يحلق عنه الشعر ويتصدق بوزنه في الظه يعني يوزن أو يقدر مثلا يتصدق بوزنه في الظه وهذا شعر الولادة من السنة حلقه لكن هل هذا يشمل الذكر والأنثة أم أنه خاص بالذكر هذه مسألة خلافية في القديم والحديث عند العلماء بعضهم يقولون بأن هذا خاص بالذكر لأن الحديث جاء في ذكر الغلام وبعضهم يقول لهذا عام في الذكر الأنثى التعليل بالنسبة للذين قصروا على الذكر عللوا بأمرين أولا النص قالوا بأن الرسول قال الغلام يحلق عنه الغلام والثاني قالوا بأن الغلام حينما يحلق رأسه لا يكون مثله بخلاف الأنثى فلم يرد النص بذكرها وأيضا شعرها يكون مثله الذي يظهر لي والله أعلم بعد نظر وتتبع أن الأمر عام في المرأة عفوا عام في الأنثى والذكر الحلق للذكر والأنثى وذلك للأمور التالية الأمر الأول أن هذا يسمى شعر الولادة ولذلك من السنة حلق هذا الشعر هذا الشعر يسمى شعر الولادة فالسنة أن يحلق الأمر الثاني ورود ذكر الغلام في الحديث لا يعني إخراج الأنثى بدليل أن الخطاب في المسائل هذه إذا جاء للذكر فالأنثى تدخل تبعا تدخل خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا يقصد فيه المؤمنين والمؤمنات يا أيها الناس يعني مثلا أحيانا يأتي الخطاب للذكر والعلمة لهم تقسيمات ثلاثة يقولون إذا جاء الخطاب خاصا بالرجال فيقصر عليهم إذا كان جاء عام والخطاب جاء بذكر الرجل فالمرأة تدخل أما إذا جاء الخطاب للأنثى فالرجل يدخل إلا إذا كان مما تختص به المرأة مما تختص به المرأة الأمر الآخر التعليل بالمثلة في الواقع هذا لا ينسحب على الأطفال خاصة يوم السابع ما يقال والله بأنه مثلة بالنسبة للأنثى لأن هذا شعر ولادة وإزالته قد يكون فيه مصالح كثيرة للمرأة التي أو للبنت أو للأنثى إذا كبرت لأن هذا مما يعين على تقوية الشعر وعلى كما يذكر يعني أهل الإختصاص المقصود إخواني وأخواتي بأن الأمر عام والله إذا واحد اختصر على مثلا يقول هذا للذكر فقط دون العنثى المسألة خلافية والحمد لله المسألة واسعة ولا ينبغي الإنسان أن يشدد أو يضيق واسعا فالمسألة فيها سعة ولله الحمد والمن إذن هذا فيما يتعلق بقضية ماذا؟ بقضية حلق شعر المولود حلق شعر المولود الأفضل أن يكون في حدود السبعة أيام في حدود السبعة أيام طيب ننتقل إلى مسألة أخرى ما يتعلق بالختان الختان بالنسبة للذكر واجب وبالنسبة للأنثى بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب وبعضهم يقول مكرمة الآن بالنسبة للطفل هل هناك سن معينة لقضية الختان؟ الجواب لا لكن الأطباء وأهل الاختصاص وبالتجربة كلما كان الختان مبكر كلما كان أفضل للطفل كلما كان مبكر كلما كان أفضل للطفل وإلا لو ختنا حتى ولو بعد البلوغ ما في مشكلة فكان ابن عباس لما سئل يعني ما كان عمرك لما توفل قاله كنت مختونا يعني كان يذكر ختانه فالمقصود إخواني وأخواتي بأن ما في سن معينة عندنا في الشريعة على أنه الله يختم في اليوم الفلاني أبدا ولذلك في الختن يوم سبعة أو يوم عشرة أو يوم عشرين أو يوم خمسة وعشرين أمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة وأما قضية المرأة فالصواب لأن ختان المرأة مكرمة مكرمة وإذا ترك ما في حرج وبعض العلم يفرق بين البلاد الباردة وبلاد الحارة وأما ما يتعلق بما يسمى بالختان الفرعوني هذا محرم ولا يجوز هذا محرم ولا يجوز وينبغي منعه وينبغي التحذير من من يمارس هذا الأمر وينبغي إنزال أشد العقوبات لأنه في واقع الأمر هؤلاء قد يتسببون في موت بعض البنات هؤلاء قد يتسببون في تشويه لكثير من البنات هؤلاء قد يتسببون في تعطيل أنوثة البنت في كثير من الأحوال ولذلك ينبغي أن يتنبه لمثل هذا الأمر والمسألة مثل ما ذكرت لكم هي لا الصلاة بأنه ليس بواجب وإنما هو مكر مبارك الله فيكم ومسألة الختان مسألة مهمة ونحن نتميز إلى الله الحمد بالختان وأنه سلم أوجبه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذكر عندنا الآن مسألة أخرى ما يتعلق بقضية العقيقة العقيقة هي الذبيح التي تذبح بسبب هذا المولود سميت عقيقة لأنها تذبح بسبب هذا المولود والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تذبح العقيقة يوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين وهذه يسميها الفقهاء يسمونها السنة يعني السنة أن تذبح يوم سبعة أو يوم أربعة عشر أو يوم واحد وعشرين فإذا تجاوزت الأيام هذه ولم يذبح فقد فات فضل السنة لكن بقيت متعلقة كحق للمولود على والده ولذلك الفقهاء يقولون العقيقة سنة مؤكدة العقيقة سنة مؤكدة بمعنى أن حق للمولود على والده والمولود إذا ولد طعن الشيطان بأصبعه في خاصرة المولود فإذا عق عنه والده ذهب حظ الشيطان وذهب نصي بالشيطان ولذلك أخواني وأخواتي اهتموا بقضية العقيقة للأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأماء عندهم إهمال في هذا الجانب العقيقة هذه لها آثار عظيمة على المولود من جهة سلامة روحه وسلامة قلبه وسلامة عقله من جهة صلاحه فالله عز وجل يذهب عنه حظ الشيطان ويذهب عنه أذية الشيطان ولذلك هي أشبه بالافتداء لما تذبح عقيقة العلماء ماذا يقولون؟ يقول ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها لأن كأن فيها افتداء افتداء نفس كما قال جل وعلا عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم فيكون هنا إيش؟ افتداء يكون هنا افتداء فالمقصود إخواني وأخواني تهتمون بقضية العقيقة وأفضل شيء أن تذبح يوم السابع وإليم يتيسر يوم الرابع عشر وإليم يتيسر يوم الواحد والعشرين احرصوا عليه طبعا العقيقة إلى البلوغ في أحد أقوال أهل العلم فإذا بلغ قالوا انتهى وقت العقيقة وبعض العلم يقول لا حد له ويذكرون في هذا آثار بأن بعض الصحابة عقع عن نفسه طبعا يذكرون بأن النبي سلام عقع عن نفسه بعدما يعني بعد البعثة عقع عن نفسه ويذكرون عن ابن عباس وعن بعض الصحابة قالوا أنا لو أعلم أن ما عق لي لعققت عن نفسي مسألة واسعة لكن أنا أحث إخواني وأخواتي بأن يستعجلوا في قضية العقيق وهذا له أثر عظيم في قضية صلاح المولود بإذن الله وإلا لما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عقع عن الحسن والحسين بشاتين كل واحد شات متكافئتين يعني ينبغي أن تكون يعني متساويتين في السن وفي السلام من العيوب وكذا عقع عن الحسن بشاتين وعقع عن الحسين بشاتين وجاء في لفظ عقع عنهما بشاتين يعني كأنه كل واحد له شات طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يذبح أو يعقع عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس يقول الله أنا ما أملك إلا ما أستطيع إلا على شات واحدة ممكن ممكن يعني إذا جاءه ذكر مولود ذكر يقول ما أستطيع إلا على شات واحدة ممكن ممكن ولكن مستقبلا إذا استطعت تذبح شات ثانية وإن كان الأفضل بأنك تجمعهما جميعا وتذبحهما حتى بعض العلماء كالإمام أحمد وغير السؤالة هل يقترض ليعقع عن ولده فبين فضل العقيقة وقال نعم إذا كان عنده قدرة على السدات يعني مستقبلا فيعقع عنه أفضل يعقع عن يقترض ليعقع عن ولده هذا عمل صالح وطبعا لما يتكلمون على قضية اجتماع العقيقة مع الأضحية بعض العلماء يمنع ذلك وبعض العلماء يقول يعني إذا اجتمعت في مثل هذا الزمان تجزئ إحداهم عن الأخرى الذي يظهر بأن السبب العقيقة غير سبب الأضحية سبب الأضحية عيد الأضحى وسبب العقيقة هذا المولود فالذي يظهر بأن جنسيهما مختلف جنساهما مختلف ولذلك الذي يظهر بأنه إنسان ما يجمع بين العقيقة وبين الأضحية فيذبح العقيقة منفردة شكرا لله عز وجل الذي وهب هذا المولود طبعا العلماء يقولون إذا جاء ليعق ينبغي أن لا يكسر العظام لا يكسر العظام وإنما يفصلهما فصلا أو يعني يقطعهما جدولا حتى يبقى اللحم على هذا العظم وهذا هو المعنى الصحيح لأن من الفقهة من يقول بأن هذا فيه تفاؤل لسلامة المولود من الكسر أنه ما تكسر عظام المولود وهذا غلط هذا ما ينبغي قول وين كان ذكره الفقهة لكن الذي يظهر بأن كما جاء في حديث عائشة وغيرها أو الآثار عن عائشة بنته بأنها تقطع جدولا يعني ما تكسر لغرض أن يبقى اللحم كثير على العظم ليوزع حتى توزعه عن النهس هذا المعنى هذا المعنى ولذلك الحمد لله نفس العقيقة إن شاء الله فيها سلامة للمولود بإذن الله جل وعلا أيضا المسألة واسعة في قضية العقيق تعزم عليها كلها تأكلها كلها توزعها كلها تقسمها ثلاث أقسام ولذلك بعض الفقهة يقول ينبغي له أن يدعو أرحامه حتى يعلموا بهذا المولود ليكون هناك صلة رحم ليكون هناك صلة رحم هذا المعنى الذي يذكره بعض الفقهة فاعتنوا بارك الله فيكم بالعقيقة وانتبهوا لها ولا تتأخروا عنها وأي شخص يقول والله أنا أهلي ما عققوا عني لا حرج علي وهذا قول محترم في المذاهب الفقهية الموجود عندنا بأنه يعق عن نفسه ولله الحمد وعلمنا بقي عندنا مسألة المولود هذا ينبغي للأم أن ترضعه الرضاعة الطبيعية لأن الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولذلك الرضاعة الطبيعية نسأل الأطب الأكارم الأفاضل خبرونا كيف آثارها الطيب على المولود وعلى الأم سواء الأثر البدني الأثر الروحي أيضا سلامة المولود في عقله سلامة المولود في أعضائه سلامة المولود عن الأمراض أيضا بإذن الله جل وعلا ولذلك الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية وهذا يكاد يكون محل اتفاق عند الجميع فلا يمبغي للأم أن تتساهل بمثل هذا الأمر وللأسف الشديد عندنا أمهات يعني غلبنا جانب المصالح الشخصية والدنيوية على مصرعة الولد فتجد فتجد تقول والله أنا ما أرضعه لأن تريد تعتني بأمورها أو بكذا ما ينبغي هذا المولود من حقه أن يرضى حاتين السنتين طبعا إذا وجد ظرف معين وجد حالة مرضية عند الأم رغبة مثلا في قضية الحمل هذه مسألة ثانية لكن قضية والله ما في شيء إلا والله يعني اعتناء بالرشاقة واعتناء بالجوانب الصحية ما ينبغي للأم بارك الله في الجميع وينبغي لها أن ترضع ابنها الرضاعة الطبيعية والآن جميع الجهات التي تعدد من هذا الجانب من وزارات الصحة ومن اللي لهم معناية بطب الأسرة وكذا ينادون الأمهات إلى أن ترضع الولد الرضاعة الطبيعية عندنا انتشار أمراض خطيرة جدا في كثير من الأطفال عندنا السكر المبكر عندنا كذا بعض الأطباء يرجع ذلك إلى قضية الإهمال في هذا الجانب الأطفال هؤلاء نعمة من نعمة لأخواني وأخواتي الأحكام حول المولود كثيرة جدا هذه أهم القضايا التي ينبغي للوالد وينبغي للوالدة الاهتمام بها منذ أن يتفتح الولد على الدنيا ينبغي أن يلقن الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض من أجلها خلق الله الجنة والنار من أجلها افترق الناس وهي لا إله إلا الله افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله يعتني الآباء بالتربية السليمة وإن شاء الله بإذن الله ونزولا عند رغبة كثير من من يتواصل معي سويخصص حلقة في قضية الوضع برنامج عملي في قضية التربية للأولاد على حسب المراحل السنية تربية ما يسمى بالتعبئة الإيمانية للطفل إلى سن السابعة وإلى سن العاشرة التلقينية طبعا التلقينية والتعبئة الإيماني هذه كلها والله الحد موجودة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام العناية بالمولود منذ اللحظات الأولى خفيل بإذن الله جل وعلا في إخراج جيل طيب جيل واعي جيل نظيف جيل ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد جيل يحافظ بالمجزوم المحقق بإذن الله جل وعلا على سلامة المجتمع أمن المجتمع سلامة البشرية عموما هكذا هي التربية ولذلك لما نذهب إلى السوابق التاريخية من حياة النسلم وحياة الخلفاء الراشدين وتلك الحقبة الذهبية الجميلة نجد كيف كان الجيل ذاك لأنه تخرج حينما اعتنى بمثل هذه الجوانب أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنة بصفاته العلا وبيوحدانيته أن يصلح لنا ولكم النيات وذريات أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار وفي الأعمال وفي الآل وفي الأهل وفي الذرية أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين جميعا والمسلمات جميعا أسأل الله جل وعلا أن يحفظ شبابنا من الذكران ومن الأناذي أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهر ألتقيكم غدا بحول الله وقوته إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ترجمة نانسي قنقر